عين ترقب ويد أخرى تضغط على الزناد هذا هو حال المقاومة الشعبية هنا في منطقة يعيس شمال الضالع للتعامل مع تحركات الميليشيا التي تحاول استغلال أي ثغرة للتقدم تعويل الميليشيا على التزام رجال المقاومة باتفاق التهدئة ومحاولتها التسلل باء بالفشل هذه المرة لأن رجال المقاومة كانوا لهم بالمرصاد بعد أن عرف عنهم التنصل عن كل العهود والمواثيق كان فيه إطلاق نار كثيف الساعة العاشرة والنصف عدت مواقع للحواثة على منطقة يعيس وقمنا بالرد عليهم بالأماكن إطلاق النار يبقى القصف هو الجديد المستمر الذي تداوم الميليشيا على توجيهه إلى مواقع المقاومة ومنازل المواطنين في موريس منذ أشهر مصادر ميدانية أفادت بأن الميليشيا قصفت بالمدفعية الثقيلة على مواقع القهرة وقاع الحياف ومضاريب العرفان يرى البعض بأن استماتت الميليشيا في إحراز أي تقدم في جبهات القتال هو ناتج عن عدم تعويلها على الحلول السياسية التي تتعامل معها من باب كسب الوقت لإعادة ترتيب صفوفها وبأن الحل ستفرضه القوة للسياسة هذا ما تقوله المعطيات على الميدان والأيام القادمة كفيلة للتعريف بالطبيعة الحل اشتركوا في القناة